اكدت سعادة سيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى نائب رئيس وات الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اعمال الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ان المرأة البحرينية تحقق نجاحات متواصلة ومكتسبات وطنية متعددة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واعربت عن الفخر والاعتزاز للمكانة الرفيع التي وصلت اليها المرأة البحرينية وتبوأت من خلالها المناصب القيادية المربوقة التي عززت مكانتها ودورها محليا واقليميا وعالميا جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين امام الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي التي القتها السيدة جميلة سلمان بحضور رؤساء وممثلي برلمانات دول العالم ونوهت سلمان الى ان مملكة البحرين جعلت دور المرأة عملا ومنهاجا وثقافة وممارسة وتشريعات واجراءات وترى ان السبيل الامثل لتطور وتقدم الدول والشعوب هو الايمان التام بدور المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين من اجل عالم اكثر صمودا وسلما ومستقبل اكثر تطورا وازدهارا مشيدة بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وما يليه سموه من حرص على تضمين المبادرات الحكومية برامج وخططا تعزز ادوار المرأة في مسيرة العمل الوطني مثمن الجهود الحثيثة للمجلس الاعلى للمرأة بقيادة سمو قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظه الله وبالتعاون الفاعل مع السلطة التشريعية والشراكة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني والتي اسهمت في حصد نجاحات وانجازات متواصلة للمرأة البحرينية حققت المرأة البحرينية نجاحات متواصلة ونالت الكثير من المكتسبات والعديد من الانجازات وتبوأت المناصب القيادية المرموقة التي عززت مكانتها ودورها محليا واقليميا وعالميا معالي الرئيس الحجور الكرام لقد استطاعت مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة بالرئية الانسانية الراسخة وبفضل العمل الجماعي الوطني بروح فريق البحرين إلى نسج قصص النجاح البحرينية وقدمت انموذجا رائدا في تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وكانت المرأة البحرينية في صفوف الأمامية دائما عبر تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والخطط والاستراتيجيات والمشاريع والمبادرات لجميع المواطنين والمقيمين دون تمييز إلى جانب اطلاق حزمة مالية واقتصادية لإسناد إفراد والقطاعات الأكثر تضررا والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتستحق مملكة البحرين المرتبة الأولى عالميا في معدل التعافي بحسب المؤشرات الدولية واختيار العاصمة المنامة أو المدينة الصحية لإقليم الشرق الأوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية